مواقعة على ما هو عليه ويبدأ إن شاء الله يستنف على ما هو عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى سامر رضوان حدثنا أكثر حول فكرة برنامج في دقيقة برنامج في دقيقة بكل اختصار هو برنامج يستضيف الأشبال التي تحدث حول مواضيع مختلفة يعني يحتكوا فيها في حياتهم اليومية قد يسمعونها ما بين دردشات الكبار ممكن يسمعونها في السوشال ميديا في التلفزيون فنسمحها من وجهة نظرهم ونتاقش معهم ونوضح لهم كل جديد ولكن ليس بشكل أكاديمي أو بشكل تلقيني بالعكس إحنا خلال البرنامج نلعب ألعاب منوعة في ألعاب غرافيكية على الشاشة وفي ألعاب أيضا موجودة معنا في الستوديو فخلال حديثنا نلعب ألعاب متعددة ونرجع أيضا لموضوعنا نتناقش فيه وهذه بكل بساطة ليش في دقيقة؟ لأن الفقرات حقتنا في الغالب أو إذا ما كانت كلها في دقيقة واحدة لكل جولة فلذلك سميها في دقيقة يعني هذا المسمى يعني صحيح هذا المجال على البرنامج أو الميزة الخاصة بالبرنامج طبعا البرنامج مثل ما ذكرت أخوة محمد أنه له مواسم سابقة ففيه أشياء كانت مباشرة كانت مع الجمهور أيضا كانت ألعاب في دقيقة وفيه أشياء فيه مسجلة مثل الموسم القادم بإذن الله تعالى أنا اشتبهت على موضوع الوارد كبير عبد الله أنا قلت ولكن مباشرة طب يصيغ كده ثقة بالنفس يعني لأن في عندي برنامج أيضا بعد شوية إن شاء الله كان مسجره بيصير مباشر جميل طعم أوف يا حسرياتك أبو حميد أنا شف بيت المجد في الدورة البرمجية هذه بعد رمضان مختلف طيب مختلف حتى بعض الناس يعني كانوا يتكلمون عن إنه وسيل ممثل في الأردن إنه تخبر السالفة هذه إن شاء الله جميل معلومة بعد ما خلصنا جميل معلومة قالوا إنه